على أبواب المشاورات اليمنية في ستوكهولم وبعد موافقة التحالف العربي بالتشاور مع الحكومة اليمنية على السماح بخروج خمسين جرح للميليشيا مع خمسين من مرافقهم وثلاثة أطباء بدأت الميليشيا الإنقلابية بوضع عراقيل جديدة والتشكيك في فرص نجاح عملية السلام التي تسعى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاصة إلى اليمن إجراؤها خلال الساعات القادمة وبدأوا في إعلان تمسكهم بمحاكمة الرئيس هادي ورفض القرار الأممي 2116 والتقليل من تحركات المبعوث الأممي مارتن غريفيف وأنه لا يملك أي رؤية للحال كما نقلت ذلك وسائل إعلام حوثية سيبحث الحوثيين اليوم كما بحثوا بالأمس عن عدر لكي يغادروا مؤتمر سوكهولم العدر اليوم أمامهم سيعريهم أمام العالم لأن الأمم المتحدة اليوم والدول التحالف العربي والشرع وفقت على خروج مجموعة من القرحة ومعهم رفقة من الأطباء والمرافقين هذا سيجعلهم أمام تحدي أمام العالم ليثبتوا مدى جديتهم للتعامل مع المشاورات القادمة الميليشيا الإنقلابية أيضاً صعدت من استهدافها للمدنيين والتجمعات السكانية في الحديدة وخرقها الهدنة المعلنة من قبل قيادة التحالف دعم الشرعية واستهدفت مركز مديرية الدريهمي بصاروخ باليستي اعترضته دفاعات التحالف ووقع في الباحر بعد ساعات من استهداف مدينة مارب بصاروخ آخر الحقيقة بالنسبة للهدن هذا كلام إعلامي تماماً من خلال عهدنا مع هذه الميليشيات أكثر من 30 إلى 40 هدنا خلال الحروب السابقة هذه الميليشيات لا تؤمن بالهدن إلا كاستراحة محارب يعني تحسن أماكن تواجده عادة توزيع قواته أماكن تموضع القوات تخندق توزع الألغام تستعد لقولة قديدة من الصراع والحروب لا يبدو في الأفق ما يشير إلى جدية الانقلابيين بالتوجه الجدي إلى مشاورات السلام التي تسعى الحكومة الشرعية والتحالف العربي لإنجاحها كلما فتحت الحكومة الشرعية والتحالف العربي باباً لنجاح المشاورات أغلقته الميليشية الانقلابية بكثرة العراقيل والاشتراطات وعملت على إفشالها قبل أن تبدأ محمد الحذيفي الإخبارية تعز